الرؤى وتفسير هذه الرؤى والأحلام التي تأتي للناس حول مسألة العين يتصل أحدهم على مفسر ويقول له هذه الرؤية كذا كذا ثم يرد عليه أنت مصاب بعين من فلان أو فلانة اذهب وخذ كذا واغتسل بكذا وبإذن الله الأمور تنتهي هل هذه الطرق أو الأساليب مشروعة أو حتى مقبولة هذه الأساليب غير مقبولة هذه التفاسيل للرؤى لا يعول عليها أبدا لأنها مجرد ظنون فيما سألتم عنها أقصد فيما سألتم عنها هذا فضلا عن كون الأحلام من حيث الأصل ظنية إلا رؤى الأنبياء عليهم السلام فهي حق ووحي وهذا معلوم مثل هذه الأمور يرى رؤية وتفسر له بأنها عين أو فلان أصابك بعين هذا لا يجوز أبدا هذا من أشد وأخطر أسباب ترسيخ الأوهام والوساوس في المجتمعات علاوة على ما فيها من إغار قلوب الناس وإغار نفوسهم على بعض هذه تثير العداوة والبغض بينهم تأتي لمسكين مريض يمكن أن يصدق أي شيء يمكن أن يتعلق بأي شيء ثم تقول له قريبك الفلان أصابك بالعين وخذ منه هذا تفسير رؤياك طبعا هذا المسكين سيصدق لكن ما هي النتائج أنت ذكرت قبل ذلك دكتور في حلقة ماضية أنه لا يوجد شخص يكون معروف بأنه عيان كما نقول أنه يصيب الناس بالعين عمدا نعم تحدثنا عن ذلك وقلنا بأنه خرافة وساوس أوهام هذه تداولها كثير من الناس من نسج الخيال فيها إساءة لأشخاص أو بلدان بهذا الافتراء كيف عرفت أن لدى فلانا قدرة أكثر من غيره هذه أمور لا يمكن قياسها بشكل مطلد الشخص الذي لم تقم بقياسه قد يكون لديه نفس القوة ولكن لم يظهر ذلك لم يظهر لك قصص تحكى من نسج الخيال كل إنسان مثله ومثل وغيره في موضوع الإصابة بالعين لكن قد يحصل من بعضهم قصة أو أكثر ثم يقال بأنه عين واتهام الصحابة لعامر بن ربيعة رضي الله عن الجميع الذي سبق معنا لأنه بدر منه شيء خاص يتعلق بتوصيف سهل بن حنيف رضي الله عن الجميع لو كانت أحاديث الناس في هذا صحيحة وهو أن هناك أشخاصا لديهم قدرة على العين كان يستعام بهم في العروب لأن العين تهلك أو تصرع كما مر معنا كان يوضعهم في الخطوط الأمامية لدحر الأعداء ينهون أزمات كبيرة نعم كان كل بلد عنده منهم مجموعة سيكون عندها استراتيجية رضع يفترض أن هذه الأوهام ما تكون في البيئات الواعية صحيح البيئات المتحذرة فضلا عن البيئات الواثقة بالله المتكلة عليه جل وعلا صحيح